احتفلت الإدارة العامة للطيران المدني باليوم العالمي للطيران المدني والذي تم طرح عديد من الخطط والاستراتيجيات التي من شأنها أن تعزز من مكانة الطيران المدني الكويتي بين الدول الرائدة في ذات المجال نقدر طموحة لما يتماشى مع الكويت كمركز مالي وتجاري ورية الدولة في سنة الـ 2035 في إنشاء مرافق وبنية تحتية طموحة بما فيها مدينة شحن بما فيها مدرج ثالث بما فيها مباني ركاب وكما رأيتم قبل فترة تم إنجاز تيرمينال هور والآن في طور إنشاء تيرمينال تو وإنشاء المدرج وبرج وأيضا مدرج ثالث بما يتماشى مع توسع النغل الجوي إرشادات واشتراطات قامت بها الإدارة العامة للطيران المدني من شأنها أن تعزز المفاهيم التوعوية لدى المسافرين والموظفين لسلامتهم وتقديم خدمات أفضل أنواعي الجميع المسافرين وكذلك موظفين في المطار وفي الإدارة العامة وطيران المدني خاصة في أهمية هذا اليوم ودور دولة الكويت في عضويتها في منظمة الإيكاو طبعا ما في الفعاليات إلا هذا الحفل وكذلك في مسافقات طبعا تساعد على توعية الموظفين كافة في هذا اليوم وتأتي هذه الاحتفالية التزاما بتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطيران المدني وسلامة النقل الجوي كعضو في منظمة الطيران الدولية منذ عام 1964 حسين الصائغ لتلفزيون المجلس